تم تخصيص ميزانيات للسلطات المحلية العربية هناك من يرى أن أيامها الحكومة معدودة وهناك من يرى نولا هل وصلتك ميزانيات على بلدية عربي؟ السؤال باعتقادي ليس بهذه البساطة السؤال مركب ويجب طرحه من عدة جوانب أولاً أنا أرفض مبدأ الربط بين الميزانيات وبقاء الحكومة أو حل الحكومة وبقاء الكنيسة وحل الكنيسة الميزانيات يجب أن تحول إلى السلطات المحلية لتطوير بلداتنا وتوسيعها وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة بصرف النظر عن هوية الحكومة وعن دعمنا للحكومة أن يكون حصولنا على الميزانيات مشروطاً بدعم الحكومة هذا فيه الكثير الكثير من التعامل الفوقي والاستعلاء والعنصري معنا وهذا مرفوض هذا من جهة ولكن من جهة أخرى حتى الآن لم نرى أن هناك ميزانيات خاصة تدفقت على سلطاتنا المحلية الميزانيات العادية التي اعتدنا على تحصيلها من الوزرات المختلفة والمؤسسات المختلفة منذ سنوات طويلة هي الميزانيات التي تحول مرت فترة لم تحول فيها ميزانيات بسبب عدم المصادقة على ميزانية الدولة الآن بعد المصادقة بدأ هناك شيء من الانفراج في تحويل الميزانيات ولكن الحديث عن المليارات التي ستتدفق علينا باعتقاد حتى الآن لم نرى له أي ترجمة تحكي لي شو حجم الميزانيات اللي وعدتم بالحصول عليها؟ نحن لم نتلقى وعدات بميزانيات تلقينا معلومات بأن هناك مشاريع وأن هناك برامج ستنفذ أو يمكن تنفيذها في سلطتنا المحلية إن كان في البناء التحتية وإن كان في التربية والتعليم والتعليم اللامنهجي وغيرها من المرافق بلغنا بأن هناك برامج من هذا النوع وهذه البرامج بطبيعة الحال تنفيذها مشروط بتوفير ميزانيات مرة أخرى أقول ينبغي الحصول على هذه البرامج بصرف النظر عن وجودنا في الائتلاف أو عدم وجودنا في الائتلاف وإذا أرادنا الحديث في السياسة وليس في العمل البلدي الحكومة الحالية تحظى بدعم 60 عضو كنيسة والمعارضة لديها 60 عضو كنيسة هل تتحدث الحكومة مع أعضاء المعارضة من الليكود ومن المتدينين ومن الصهيونية الدينية عن تطوير بلداتهم باشتراط تحويل ميزانيات لهم بدعمهم للحكومة لماذا هذا الربط يكون فقط عندما يتم الحديث عن المجتمع العربي وحصوله على حقوقه مشروط بدعمه للحكومة هذا شيء مستفز وغير مقبول علينا إطلاقا لذلك نحن نقول هذه حقوقنا هذا حقنا يجب أن نحصل عليه بصرف النظر من هي الحكومة وهويتها وموقفنا منها من ناحية أخرى حتى الآن نحن حقنا هذا لم نحصل عليه بالشكل الذي يروجون له وكأنه سيحدث انقلابا في مجتمعنا هناك عدم وجود ميزانيات للتعليم اللامنهجي وعدم وجود غياب الميزانيات للرياضة والفنون والثقافة وغيرها وعدم وجود بناء تحتية ومراكز ثقافية وعدم وجود تطوير اقتصادي ومناطق صناعية هذا كله يصب في خنق أبناء مجتمعنا وشباب مجتمعنا والذين يرون أنه ليس لديهم أفق في الحياة هنا وليس هناك إمكانيات لتطوير مستقبلهم وفي النهاية يجب أن لا يستغرب أحد من استشراء ظاهرة العنف في مجتمعنا شريحة الشباب الكبيرة التي يجب أن يعتمد عليها المجتمع في تطوره وبناء مستقبله شريحة الشباب تعيش في فراغ وإحباط وضيق الأفق وبالتالي البعض من هؤلاء الشباب يلجأ إلى مسالك سيئة إلى العنف إلى الاتجار إلى البحث عن الربح السريع وهذا يقودنا إلى ما نحن فيه اليوم منذ قرير ذكرت لا تريد خلط السياسة بالميزانيات إلى البلدات العربية حسب رأيك هل حل الاتلاف سيؤثر على ميزانيات الوسط العربي؟ من المفروض أنه مرة أخرى نقول يمنع الربط بين وجود الحكومة وغياب الحكومة وبين الميزانيات التي يجب أن تحول لتطوير البلدات وتطوير المجتمع والبناء التحتية ما علاقة إقامة وشق شوارع في عرابة بأن نكون نحن داعمين للحكومة أم لا؟ هل يقال هذا الكلام للبلدات اليهودية ورؤساء البلدات اليهودية أنتم لا تدعمون الحكومة ولذلك لن تحصلوا على ميزانيات؟ هذه سياسة أبرتايد إذا كان الأمر كذلك وهي مرفوضة علينا كليا ويجب أن يقال هذا الكلام بشكل واضح نحن عندما نحصل على ميزانيات ونطالب بها نطالب بحقوق وليس منا من أحد بداية في إطار توقيع اتفاق الائتلاف بين الموحد وباقي الشركاء تم تخصيص ميزانيات للسلطات المحلية العربية وهناك من يرى بأن أيام هذه الحكومة معدومة تقريباً هل وصلتك ميزانيات عمش دي كرون؟ هذا الشيء خلينا ننضح أنه يمكن كنت جزء من خطة 922 ومن الفعالين بخطة 922 خطة 922 هي تختلف بالفكر وبالهاي عن خطة 550 خطة 522 هي تختلف بحوالي من تسعة عشر مليار شيء كلا هذا الوصيل كانت بالبداية عبر ثلاثين مليار تفاقنا خمسة عشر مليار داخلنا عشر مليار بس خطة 2 كان معروف لكل بلد شو بطلع لها يعني فيه المجالس المستيينة أخرت مبلغ فيه المجالس اللي بيسميها من مكيدة أخذ ملعة فيه المجالس الكبيرة للمبلغ كمعروف لكل مبلغ وأخذوا هرشاوت ومعروف ديلا خطة 550 اللي حكي إحنا ما معرف اللي حكي طبعاً هو مبالغ أكثر لأنني بحكوا 53 مليار اللي هي كمان محاربة العنف وهي ثلاث يعني ثلاث خطط بس الأساسي هي طبعاً للمجالس المحلية وللوسط العربي الخطة 550 هي مبنية أكثر على كورت كوريم يعني مش لكل بلد شو بطلع له فيه إحنا بنتلع مثلاً بدتلع كل كوريا اللي جاهز يجي قدم حالياً يعني أنا بضع بقول اليوم الحديثة بطلع بس كل كوريا واحد هو 40 مليون شاكل اللي هي بسموها ساتحة سميم وهذا لا يكفي الثمانين بلد يعني كل بلد بدها 40 مليون إحنا باعنا منذر يعني لحد اليوم إحنا منذر وتوزع طبعاً 100 و 20 مليون شاكل قبل العام على قضية حمسة تكثيف لزوم وضحاء يعني نخلنا قبل مرة إحنا ننتظر هاي كوريا وانا إحنا كرسواء مجالس إحنا بهمنا إنه يكون هاي كوريا وأنا الأموال تكون حقيقة وتصل وفي إمكانية نخذها يعني أنت بسيش تحط لي المبلغ بس تحط لي مئة إعاقة قدامها يعني إحنا تعودنا إنه أقول له في 20 مليار للبسطة العربية بس أنا بحط لك معيقات اللي بتمنى تستاشر مليار بس فينا مليار فإحنا نقول قبل ما تحط الخطة بتقيم كل الإشي البعيق الخطة حالياً ننتظر أنا بقول الوسطة العربية حالياً إحنا بقاب شوين تابد الخطة هاي حالياً ننتظر هاي حالياً ننتظر هاي إلطلع 40 مليون شكل لكل وسط العربية حزم مزانيات هي مفروضة تكون كبيري يعني بالله هاي إحنا صلنا حوالي يعني فترة طويلة ويبعنا مش شايفين فيه تنذيذ فعلي متأمل السيطة فيه فعلي وبرجأ بقول لا تتوح مزانيات إذا أنت بتقيمش كل حسامين يعني تتطرح ليش مزانية مئة مليون أو كم مليار لمدارس ونتعرف أنه بسط العربية ما دوشش أراضي تتطرح ليش شيء لما أكثر شوال هنا ومفنيت سبور ونتعرف أنه ما ما عنديش أراضي يعني إسا حكينا تتطرح لي لسبورت لملعب ميجي كروم ونتعرف ميجي كروم فيش أراضي طيب شو مع التخطيط شو مع البناء شو مع أراضي المنهال شو مع الكيمة اللي خانئيننا طيب شو تأثير عدم حصولكو على هذه الميزانيات كيف رح يأثر إذا إحنا ما حصلنا على هذه الميزانيات طبعا ما حصلنا ميزانيات الميزانيات يعني مجالسة عربية بشكل عام لها وحدها يعني مجالسة عربية دخلها الذاتي نحن معرف أنه قليل وإحنا كنا بلاد عربية ضعاف كل واحد إلى اثنين إلى ثلاث دخلنا من الأرنوم حتى لو منيش بتسعيب المية هو دخل قليل وإحنا فيش عنا مناطق صنعية فالدخل الذاتي عندنا قليل إحنا نريد أن نطور القرانة بدون هاي الميزانيات فلا يعني بسوش يعني فيش مفهوم أنه الوسطي هو اللي عنده دخل مخيف من الأرنونا لأنه عنده مناطق صنعية وعنده الصناعة وعنده التجارة وهو بأخذ الميزانيات ووصل العربية اللي اللي ما عندهش إش ودخله اللي من الأرنونا أنجأ ذو بلزبالي وفيش ميزانيات حاليا إحنا متأمل أنه هاي الوادات نبدأ نشوف نتائجها أنا بدي أشوف نتائج بشوف نتائج بشوف كل كوريا بشوف إنه مبلغ مليح وبشوف إنه كل المعيقات إن أمت أنا من تسعة اثنين إلى اثنين بقول يعني تسعة اثنين إلى اثنين كانت مهمة جداً من الوسطة العربية وكل خطة مغفوضة يعني إما أنت بلشت بخطة اقتصادية والدعم ما تنترشش على وراه يعني تسعة اثنين إلى اتعاشر مليارات أنت اليوم يعني عشان تحافظ أنت تأتي هاي السينة 12 و 13 مليارات بالخطة إذا ترجع وراه أنت الوسطة العربية راح ينهار فمهم جداً كمان يعني يعني كمان الدولة إسرائيل أو الموجودين بالحكم يفهموا إنك أنت طاش تيجي الوسطة العربية تلغيه طاش تيجي تقول الوسطة العربية بغضر ينهار اليوم إحنا منشوف قضية العنف موجودة إحنا فينا هداقة سكنية هداقة اللي فاشوان يسكنوا وفاش عنا بارقين فاش عنا أي متنفس للشباب بارقوا العنف الاستمر أخنقونا أكثر بس يسكنوا عنا الصيف أيضاً في مراك الجمهورية في طلاب في مخيمات صيفية وين رح تنقام بمجد الكرون؟ برجع بقول يعني إحنا العام كان عنا حتى البرامج اللي كانت هي إدقريم يعني والمخيمات ساعدتنا شوي وحسينا في تغيير يعني بسطة العربية كان تغييب تسعة 2 إلى 2 اللي ما كاش عنا إشي صارنا شوي أنا ما بوليك نسونا بسطة اليهود بها الفعاليات إدقريم بعدها بس غيروا حولوها لمدارس وانا كنت ضد هاي كانت هزا مغفوظتكم عن مجالس ومجالس ومجالس اللي بيضير الأمور ومغفوظة هزا مزان تستمر واذا مزان تستمر واذا مزان تستمر بس طلاب يعني قبل ستين ثلاث عملوا المخيمات السنة تقلل مجالس فيش منزانيات مجالس فيش منزانيات ام مخيمات ونحد بعمل مخيمات لاننا حق احنا مطلوش منحة من حدا كيف اللي عملت بالوسطة اليهود يبخو المزانيات مخيفة احنا حقنا نبدأ نوخذ وحقنا هذا الفارق المخيف بينه بين الوسطة اليهود على ايه اللي يبدأ يتقلص لا ميت سنة ولا ميتين سنة بس هاي اللي يدول المواطن العربي يحس انه اخذ شوي يعني يوم انت طلعنا نحن بحكيها هاي مجي كروم حدا كميل ليجا اي واحد من العالم الخارجي ايه مجي كروم والكريم وواحدة موجودة بالعالم الخامسة أو السادسة موجودة بالأفريقيا وهي مجي كروم وهي كروم وتشوف في عالم اخر من شوارع من الملوني تحتيم من فعاليات من مسحات خضراء من باعش موجود وتشوف في جبال ازباليوه وهي شعر واحد افسر بين واثنين تعتبهين نفس الدولين بس هاي عربي هاي يقولي بما يتعلق بالخطة الاخيرة 550 حتى الآن لم نستلم ميزانيات والذي كتخطيط مع عدة مكاتب حكومية وزارة الإسكان والمواصلات وغير ذلك وأيضا وزارة البيئة طبعا كله يعتمد بالآخر على أن السلطة المحلية تقوم بتقديم طلبات رسمية قدونية تفي بالمعايير والمقاييس التي تحددها الوزارات المختلفة عند السلطة المحلية أي كول كوري أي مبادرة نقدم طلبات ونحاول نصل على ميزانيات كثيرة التي تغطي احتياجات كوفرمندا في كل المجالات مع جميع المكاتب الحكومية خطة 550 هي خطة جديدة قابلة كان في خطة 922 حصلنا بمجبع على ميزانيات وكان في عدة مبادرات وعدة مشاريع وفيها كمان كانت كافية الميزانيات حقيقة الميزانيات طبعا فومج ميزانيات هي الهدف تقليص الهو والفجو بين الوسط العرب والوسط اليهودي بتعمل على تقليص بعض الفجوات ولكن تبقى الفجو كبير جدا وفي حاجة دائما لدعم حكومي وخطط مختلفة لتقليص الفجو لأنه لا يعقل تفوت على الوسط اليهودي في أوروبا وكل المعايير تفي براحة المواطن بتفوت على الوسط العربي الموارد شحيحة الميزانيات قليلة فلا شك أن هذه الخطة هي خطة مهمة وبدأ ما نستغلها بشكل صحيح شو حجم الميزانيات التي وعدت فيها في هذه الخطة؟ دائما التصريحات وردية مبالغ كبير ولكن ما يصل بالآخر ميدانيا إلى البلد نفسها يعتبر قليل يعني أنا على سبيل المتكافية أنا قادم مع وزارة المواصلات نتي في آيالون لخطة شمولية لكفرمندا بنحكى عن ما يقارب 170 مليون شكل بل هل إحنا بسعى هذه المبالغ أو لا؟ أنا أتوقع أنه سيصلنا القليل القليل مع أنه سنحارب ونناضل على أن نحصل على كل الأشياء اللي بدنا إياها في جميع الوزارات وخاصة المواصلات وخاصة جودة البيئة والبنية التحتية ووزارة الإسكان نحكي ما سيأثر عدم حصولك على هذه الميزانيات؟ قد رح يتأثر الوسطة العربي إذا ما فاتت هذه الميزانيات؟ عدم الحصول على هذه الميزانيات يعني يبقى الوضع على ما هو عليه الوضع فيه فشو كبير كما أشرنا بين الوسط العربي واليهود نحن عايشين في دولة التي هي المفروض من دولة فيها حقوق متساوية فيها موارد أيضا توجه للبلدات بشكل متساوي بشكل حضاري بغض النظر عن الميول السياسية والانتماءات السياسية لأننا نكون لها بالآخر مواطنين والمواطنين يكون فيه عنده نوع من الانتماء والاعتزاز بالدولة التي يعيش فيها ولا يمكن المواطن العربي يكون فيه عنده انتماء واعتزاز بالدولة طالما أنه لم يحصل على حقوقه بشكل كامل طبما يشعر أنه فيه نوع من التفرقة والتمييز بين الوسط العربي واليهودي نحن كلنا أمل أن حكومات إسرائيل القادمة والحالية أيضا تعمل على أن المواطن العربي يشعر أنه فيه مسواه في الحقوق فيه أيضا بتنفيذ الموارد وما إلى ذلك سأتها بهذه الحالة المواطن العربي يشعر باعتزاز وفخر بانتماء لهذه الدولة هل حل الائتلاف سيؤثر على السلطات المحلية العربية؟ أنا أتوقع أنه اليوم بما أنه فيه خطة التي تم إقرارها الحكومة حتى اللاحقة هي بلزمة بتنفيذ الأمور التي تم اتفاق معها مع الحكومات السابقة بغضنا على الأمور السياسية تخرجت خطة 9-2 كانت مع حكومات سابقة وكانت فيه ميزانيات ووجهة ميزانيات هذه الخطة هي خطة جديدة أنا أتأمن إحنا فعلا ما يكونش تأثير لحال الحكومة أو حكومة جديدة أو الحكومة تبقى أو لا تبقى